تنطلق اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية في البرازيل حيث يتنفس عدة مرشحين للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة التي تمتد لأربع سنوات وتنحصر المنافسة بين قوى اليمين ممثلة في مرشحها الرئيسي الحالي جايير بول سونارو وبين قوى اليسار ممثلة بمرشحها الرئيس السابق لولا دا سيلفا وفقا لاستطلاعات الرئي حافظ لولا دا سيلفا على تقدمه في نوايا التصويت بفارق أربع عشرة نقطة على بول سونارو ما ينعش أماله في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى